تعم نفسي بشت حيلك معي أنا سما مرحبا تمرد الإنسان على القوانين وشيوع الجريمة هو ظاهرة قديمة حاولت السلطات تسيطر عليها وحاول العلم يفسرها واشتغل عليها عدة نظريات بمجالات علم الاجتماع وعلم النفس وعلم الجريمة وفينا نقول أنه من أهم هالنظريات نظرية النوافذ المحطمة يلي حطوها جيمس ويلسن وجورج كلانج واللي ركزت على القوانين نفسها وتطبيقها أكتر ما ركزت على الفرد وأسباب عدم انصياعه واتباعه للقوانين النظرية بسيطة كتير بتقول أنه كل انتهاك كبير للقانون بيبلش من انتهاك صغير بعبارة تانية التساهل بالأمور الصغيرة هو يلي بيوصل للانتهاكات الكبيرة والجرائم يعني بالعامية النار الكبيرة أصلها شرارة فمثلاً إذا حدا كسر شباك بالشارع وما حدا هتم رح يجي حدا تاني ويكسر شباك تاني بدون أي مبالاة أو إحساس بالذنب لأنه ما شاف أي اهتمام بكسر الشباك الأول ورح يجي التالت ويشوف شباكين مكسورين ورح يصير أسهل وأسهل أنه يكسر شباك تالت وهيك رح تنتشر الفوضى بالبناء وبعدين رح تنتقل لبناء تاني واللي بيشوف الشبابيك مكسرة رح يكون سهل من باب العبث أنه يكسر شبابيك السيارة وبنفس الطريقة تتكسر شبابيك السيارات ويلي بيشوف الشارع بهالحالة ما رح يتردد بأنه يقتحم أي بيت فيها فالحالة باختصار أنه أول انتهاك صغير للقانون تواجه بعدم الاهتمام ساعد على أنه الانتهاك يزيد ويزيد لحتى صار حالة عامة بالمجتمع ومع وجود هاي الحالة العامة من الفوضى بتنتشر الجريمة وبتزدهر بشكل بتصعب السيطرة عليه جوهر هاي النظرية مبنية على علم النفس البشري يلي بيقول إنه الإنسان عنده قدرة وحبلة الانضباط والالتزام بالقوانين والأداب العامة وقت بتتوفر له البيئة يلي بتساعد عليه الشي بس من السهل إنه ينفك من هاد الالتزام وقت بيشوف الانفلات حواليه إذا بدنا نجي نطبق هالنظرية على واقعنا السوري فالـ 25 ليرة يلي كان ياخده الشرطي المرور هي السبب بيوجود رؤثاء الفساد الكبيرة لأنه الفساد الكبير ما وصل لها المرحلة إلا بعد ما مر بمراحل فساد الصغير للأكبر لأكبر وسرقة الآثار يلي عم يتم تهريبا ما وصلت لها المرحلة لو لا التغاضي عن التنقيب العشوائي يلي عم بيصير ببعض المناطق على مستويات صغيرة وطبعا هاد الكلام أبدا مو معناه أنه إذا شفنا الانفلات نبطل نحنا نلتزم بالعكس خلونا نحنا نقلو بالموازين ونبلش نطبق هالنظرية على حالنا ونضبط الأمور الصغيرة قبل كبيرة ليسود القانون الكفيل بتنظيم حياتنا وضلوا بخير دعم نفسي بشت حيلك معي أنا سماء اشتركوا في القناة